الصور اللي قاعد تجينا من لبنان صور رهيبة صور تحدي عجيبة غريبة الناس اللي متمسكة بأرضها الناس اللي متمسكة بمقاومة الناس اللي متمسكة بمبدأها اللي ما تعطي مبدأها نهائياً اللي حقيقة اللي قاعد نشوفه شيء يعني حتى إحنا إحنا ثبتنا إحنا وأنا ما قاعد أبالغ صدقني لما أتصل من لبناني يقولي لا تهتز لا تهتز كون سبع كون بطل شونا نقص بالطبع؟ لا أنا أعتقد بأن وقفة العراق إلى جانب لبنان دعموا للبنان يعني هذه المواقف الرسمية الوقفة الشعبية بيان طبعا المرجعية العليا كانت بمثابة الضماضة لجرح اللبنانيين لجرح اللبنانيين لزين استضافهم العراق أنا عندما أطمئن على عائلتي وأسرتي أحيدهم أو أبعدهم أأمن نفسي وأتشبث أكثر وأكثر بحقي وبأرضي وبحقي في الدفاع بكل الوسائل التي المتاحة والمتوفرة لدي أنا عندما أحس بأنه هذا الموقع الاستراتيجي اللي هو العراق يدعمني بالبعد الإنساني بداية كما ذكرت وبالبعد السياسي وبالحراك الجاري القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها فهذا عام القوة لا أبالغ القول أننا منذ بداية الأسماء نتلقى عشرات الاتصالات من أفراد أو تجار أو شيوخ عشائر للإعراب عن رغبتهم بالمساندة أو بالإيواء أو بتأمين ما يلزم للبنانيين نسع فهذا الأمر إحنا نريد فعله بس اتصالات لا اتصالات ترجمت بمبادرة لتقديم يعني أنا مثلا أحد التجار من أسواق جميلة بادر إلى إرسال من مئة 8 تلف بطنية زر قلت له أنا تعرف نحن معنا إمكانية ليس لدينا مستودعات أو عنابر نستطيع استيعابة هناك لجنة مشكلة لدى مكتب الرئيس دولة الرئيس السوداني وهذه الهيئة أو اللجنة هي المكلفة أو اتصل بالعتبات ونحن لنا ملء الثقة بأن العتبات ستوصلها إلى لبنان يعني عشرات من هذه الحالات التي كنا نتلقاها أنه نحن مستعدون للمساعدة بأي جهد ترونه مناسبا